مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيجيني تولك ضيف الحلقة اليوم هو السيد حميد شباط الأمين العام الجديد دي الحزب الاستقلال من أكبر الأحزاب السياسية المغربية ومن أقدم الأحزاب السياسية المغربية السيد حميد شباط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى أولا كان هناك بعد الانتخاب الجديد على رأس حزب الاستقلال الله يجازك بخير كذلك بعد المناسبة تحيي المغاربة العالم وخصوصا بلجيكا شكرا نسي شباط قبل ما نبديو هذا الحوار معكم بضع تواني قدي نشوف وجوش دي المقطع دي الفيديو واحد انتم واستعبدوا واحد الفاسي في الترشيح ديلكم في هذا المؤتمر الأخير ومباشر بعد ذلك واحد تصريح صغير ديلكم على الجو العام دي هذه الانتخابات ونبديو هذا الحوار سبقوا معنا إن شاء الله حبيب شباط حاجة الواحد الفاسي تقاط عشرين الف درهم ونتقاط عشر الالف درهم واستعبد الواحد تصفلوا البركة ديالو تهو والأمر وقصونا وغادية وهذا هو الهدف السراع اليوم جنوه السراع ما بين شعب اللي باقي يتحرر من هذي المعاملة والسراع يالواحد العائلة اللي بسحودة سيحميد شابات شفنا جوزي المقاطع فيديو كنصورهم زملاء ديالهيس بريس بالمغرب موقعي الكتروني سيحميد شابات واش كتعتبروا فعلا الفوز ديالكم انتصار ديالوحد الشاب على الوحد طبقة أو الوحد العائلة اللي كانت كتحكم في حزب الاستقلال والمنتصر الأول والأخير هي الديمقراطية داخل المؤسمر السادس عصر لحزب الاستقلال الحزب الاستقلال يعتبر أول حزب في المغرب الآن سيدخل بعد 75 سنة غمار الديمقراطية الداخلية والتنافس على منصيب الأمين العام الذي كان عادة بالتوافق إذا اليوم العالم العربي بالأخص تعيش وحد الظروف نعلمها جميعا بما يصلح عليه بالربيع العربي إذا المغرب اختار طريق الإصلاحات السياسية وهذه الإصلاحات السياسية مع دستور فاتح يوليوز أي دستور جديد لتعطي للأحزاب السياسية تكوين المواطنين ولهذا احنا في حاجة اليوم إلى أحزاب سياسية قوية من أجل تنزيل الحقيقي للدستور هذه الأحزاب السياسية القوية لا يمكن أن تكون قوية إلا عن طريق الديمقراطية الداخلية وإعطاء الكلمة للمنخارطين ولهذا اليوم حزب السقلال عن طريق الديمقراطية تنتقل من حزب شخص أو حزب عائلة إلى حزب كل الشعب المغربي إلى حزب ولدة الشعب الآن لصبحهم اللي تقرروا في القيادة لأن القيادة هي التي كانت تتحكم في القواعد اليوم القواعد عن طريق سنادق الاقتراع تتعبر على رأيها وهي اللي تختار الأمين العام لغادي قود لأربع سنوات ولاية بكاملها حزب السقلال إذن اليوم تمكن أن ينأكد على أن حزب السقلال تقال لنادي الأحزاب الديمقراطية المتواجدة في أوروبا وفي أمريكا وفي مختلف بقاع العالم الديمقراطي إذن الديمقراطية هي التي انتصرت حميد شابات أول جربة في المغرب لترشح لمنصب قيادة حزب السقلال عن طريق برنامج هذا البرنامج اللي هو مطبوع باللغتين اللغة العربية واللغة الأمازيغية ولكن ناسي حميد شابات إذا سمحتوا قد نرجع لبرنامج دي لكم احنا تبعنا الحملة الانتخابية اللي قدتوها واللي كان يعني كيرجع دائما وبالأساس وهو أنكم انتفطوا أنتما وناس معاكم داخل الحزب ضد هذا الحكم دي العائلة كما كتسموها أنتما دابا وش ما كتشوفش يعني هذه الانتخابات يمكن غادي تشكل واحد الناس بدو كيتكلم وكيقول لك يمكن بداية انشقاق داخل الحزب الاستقلال خاصة أنه مباشرة بعد الفوز دي لكم في الانتخابات هاد الناس المحسوبين على العائلة نساحبوا من التصويت ومن الانتخاب داخل لجنة تنفيذية لا أبدا لم يكون هناك انشقاق داخل حزب الاستقلال لأن الديمقراطية الداخلية هي التي قوت وتقوي حزب الاستقلال بالعكس اليوم عند حزب الاستقلال طلبات من مختلف الأقاليم وأطور وكفاءة عالية في كل الميادين اليوم تطلبوا الاتحاق بحزب الاستقلال بحكم أنه أصبح مفتوحا في وجه الجميع إذا الباب التي كانت مغلقة الآن الفضل لبرنامج تغيير الذي حملته مع مجموعة من الإخوة الاستقلاليين الآن هذا البرنامج افتح الباب أمام الأطور أمام الكفاءات لولوج عالم سياسة داخل حزب الاستقلال وشنو هو السحب اليابات؟ كي الإخوان لي يمكن شعروا وهذا الشراء كان في الروبورتاجات يمكن لي شعر أنه ما غير يمكن ليش يحقق النتيجة أو أنه اللي فيه غضاب معين هذا من الترشيح للجنة التنفيذية لأشف حضوده غير كافية لكن ما ساحبوش من حزب الاستقلال لازالوا داخل حزب الاستقلال وهؤلاء فيهم وزير وفيهم بعض الإخوة في الدواوين وتنعتبروا واحد الموظفين في مناصب باسم حزب الاستقلال إذن لا خوف على حزب الاستقلال ولكن أسي حميد شباط والآن قيادة حزب الاستقلال التي تم انتخابها وهي اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اليوم كفاءات عادة سوف نعود سيد للأمين العام لأسمحته السيد للأمين العام قيادة حميد شباط كأمين عام لحزب الاستقلال السيد الأمين العام وهذا ما تسهل عنه بعد شخصية الوزنة تسمحت على وزارات تسمحت على سعب الواحد الفاسي وقد كماieso ما ذلكم أنهم متحفوا وهم من عانين العام هل ستسهلوا الحسابات معهم؟ لست لا بدا ما السير lumière داخل حزب الاستقلال لا م Color حميد شباط اليوم في أول كلمة بعد ما أعلن في أبل واحد الفاتي أن حميد ثبات فاز عن طريق الديمقراطية بعد كلمات الأخ الأمين العام المنتهي ولايته بتهنئة حميد ثبات قلت شراحة أنني أمين عام لجميع الاستقلالين كل الاستقلالين الذين صوتوا ألم يصوتوا وحميد ثبات سيتعامل مع الجميع بدون محسوبية بدون زبونية الكفاءة هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى مناصب عن طريق حزب السقلال الكفاءة هي التي ستكون المعيار الحقيقي والإنصاد إلى المواطنين وسياسة القرب من السقلاليين ومن خلالهم إلى الشعب المغربي هي التي ستقود أي واحد مننا إلى مراتب عليا داخل الحزب سيد الأم الأم كان بعض الأخبار لك تقول بإنما الإسم نزار باركة وزير المالية الحالي في الحكومة الحالية كان أنتما كنتوا درجته داخل لائحة ديالكم اللي كنتوا قد تقدموها لجنة نفيذية قبل ما ينساحب وش هذا الشي صحيح ولا خطأ؟ لعم طبيعة الحال لحنا الأخ نزار باركة نعتبره من قطور الشابة لتخصوية تامد على الكفاءة ديالو سياسة القرب ويندمج مع الحركة النقابية مع الحركة الشبابية وينفاتي واش درجته الإسم ديالو في اللائحة من ما ينساحب؟ لعم طبيعة الحال نحن كنترشح سينيزار باركة غادي نصوت عليه نشي ما نصوت عليه لأنه اسم نزار باركة نظرا الكفاءة التي تمتع بها ولكن سينيزار باركة في ضرف غضب أو التزاماته العائلية أو ما إلى ذلك لكن كان هي اللي جعلته أنه يسحب الترشيح ديالو ولكن حزب الاستقلال نكون مطمئن أن هناك كفاءات بالمئات وتتعدى الألف اللي في متواة سينيزار باركة والحمد لله الحزب قوي بأطاره وبكفاءته وحزب الاستقلال له تاريخ عريق في المجال السياسي ولكن اليوم حزب الاستقلال في حاجة إلى تجديد في حاجة إلى ضخط ماء جديدة شابة في حاجة إلى أن يعيش الحزب زمنه لا يمكن أن نبقى خارج الزمن إذن كتكلموا عن الكفاءات وكتكلموا على الشيء اللي كتقوله واش فعلاً غادي تحقوا هذا المطلب اللي كتبت طلبوا به في الحملة الانتخابية مثلاً تعديل الوزاري المرتقب لكل شيء يتسنى لا من طبيعة الحال تعديل الوزاري وارد ودائماً أحزاب سياسية المشاركة في الحكومة سيكون عندنا الحق لأننا تلاحظوا وحنا ما عندناش ملاحظات كتيرة كدر ما عندنا تلاحظوا أننا كين واحد البطء في تدبير الحكومي بطء في تنفيذ المشاريع بطء في تنفيذ البرنامج دينا الانتخابي إذن الاستقلالي اليوم مطلبهم هو تنفيذ البرنامج الاستقلالي الي وزعناه الي وعدنا دي الناخبين دينا في 25 نوفمبر 2011 واللي الشعب المغربي أعطى الحزب الاستقلال المرتبة التانية إذن هاد المرتبة التانية بغنا نحافظه إن شاء الله في الاستحقاق المقبلة وصفونا تصدار الاستحقاقات المقبلة واستحقاق إذن تحقاق الاستحقاقات المقبلة بدون من حقوا واحد البرنامج إذن سيد أمين عام إذن تحقاق البرنامج دي الحزب الاستقلال واش كاتشوفوه غالي تحقاق أكتر وبسرعة بعناصر جديدة اللي دابا برصت في الساحة السياسية دي الحزب الاستقلال من بعد الترشعب بعد الانتخاب دي لكم كأمين عام لا غير العناصر الجديدة اليوم القيادة فيها 50% دماء جديدة و50% للإخوان اللي كانوا وزراء أو كانوا في لجنة المفيدية السابقة هذا الطاقم اليوم سيضم 15 19 ناكب برلماني اليوم داخل الجنة المفيدية يعني عندهم شرعية ديمقراطية للساكنة دي لهم جاوبونا بصراحة السيحة متشابت واش غاديت واش فيهم شي ناس ليقدروا يرجعوا وزراء واش هد ناس فيهم ناس ليقدروا يرجعوا وزراء المدى القريب وعندنا هالطاقم اليوم لقيادة في 6 وزراء 5 وزراء سابقين ووزير في الحكومة الحالية إذا القيادة دي الحزب السقلال اليوم عبارة عن حكومة وغادي يشتغلوا في الهياكل دينا وفي تنظيمة دينا على أساس أننا حكومة كل عوضة داخل القيادة دي الحزب وغادي يكون عنده ملفات الكبرى ولكن ما كتجاوبونيش يعني مباسرة سيحميد شافت يعني ما قلت ليش لا أن الحمد لله حزب السقلال أن كفاءات الجديدة ولا الكفاءات القديمة كل قادرة بشكون في منصب وزير لأن هذا حزب السقلال تدراجها وشاركة في الحكومة السابقة وشاركة في المعارضة منذ الاستقلال اليوم يعني التعديل الحكومي مش روء وارد عندكم وارد أولا لأنه قضية دي المرأة فيها وحيد الحيف لأن المرأة واحدة داخل الحكومة من بعد ما كانت الحكومة السابقة سبع نيساء وأصبحت خمسة في التعديل واليوم واحدة هذا مطروح نقاش مطروح منذ تشكيل هذه الحكومة الثانية الأقاليم الجنوبية يجب أن تمت تعليثا أداء بعض الوزراء من بعد مرور عشرة أشهر إذن هذه الأداء سؤئمة اليوم مع القيادة الجديدة اللي غير حرصوا لتتبع الأداء دي الوزراء وتتبع عن برامج ديالهم عن قرب والاتصال ودعمهم من طرف فارقين البرلمانيين في الغرفة الأولى والثانية ويشعروا أن عندهم سانة شعبي ويتحركوا باش يسرعوا بالوتيرة وإما لغدا سأدل الحكومة هذا هذا نقاش مطروح على حزب الاستقلال وحزاب المشاركة واليوم في اللقاء الديان تنسي قيام بالحزاب الأربعة هذا يكون عندنا موقف واضح لأن انتظارات الشعب المغريبي انتظارات قوية وكثيرة نرجع لحملة ديالكم حميد شابات كانت الناس يعني لترقبوا ديالكم قالوا بإنما كانت انتقادات لا دعاء ويعني جريئة ضد العائلة الفاسي واش دابا من رجعت دابا كأمين عام واش ما كاتشوفوش بإنما بالغتوش شوية لا بعدا ما كانش مبالغة وما كانش انتقادات لا دعاء وما إلى ذلك حنا انتقدنا الوضع السياري في المغريب والوضع ديالنا الداخلي لحزب الاستقلال إذن كانوا الأحزاب الآن اللي المغريب تتمتع به فقصنا لا بد من طبقه كان دستور جديد الفاتح يليوز لا بد من قوانين تنظيمها وفي أسرع الأوقات إذن لما تنشوفو وضعنا وتنقولو إلا بقى نفس النمط ويبقى نفس التعامل ولأذا قلنا اللعب الدم التغيير وبرنامج طلقت عليه عنوانه العارض هو التغيير هات العنوان بالتغيير اللي في تعتاش النقطة هذا البرنامج هو برنامج التعاقد ديالأميران الحزب الاستقلال مع القواعد الاستقلالية وهذا شيء جديد اليوم في بلادنا تنعيش اليوم الحمد لله كما قلت أنه كين الحمد لله حد الشعب المغربي وكانت تبوع ديالأرأي وكل المنازل والبيوتات المغربية تخلى حزب الاستقلال عن طريق هذا البرنامج وعن طريق المنافسة وكانت لقاءات وكان آخر لقاء آخر يوم الحمد للنا دي كانت فيه 15 ألف منابل الاستقلالي من مسؤولين من برلمانيين من مختلف الأقاليم والهيئات الموازية للحزب إذن هذا اعطاوح الشحنة قوية وجه كل المغاربة إذن سيد الأمين وكانت صبحت 8 ساعة بها اليوم الحزب أنا توصلت برسالة من الاتحاد الأوروبي اللي تنوه بالديمقراطية اللي عاش على حزب الاستقلال واللي تطلبوا أنهم يصبحوا يتعاملوا مع حزب الاستقلال كأحز كمؤسسة ديمقراطية إذن هذا هو ديالرسالة اللي بغينا نبعتول للأستقلاليين نبعتول سيد الأمين العام سيد الأمين عام سالة الانتخابات والوضع يعني ترتب الوضع المؤسساتي داخل حزب الاستقلال ثم كأمين عام كانت لجنة نفيديات تنتخبت وشفنا بينما يعني الناس اللي محسوبين على الفاس يعني نساحبوا وش كينش محاولات مثلا للصلح أو اللقاءات لا لا ما كانش خلاف ما كانش شجار لو لكنا شفنا بينما نساحبوا يعني كين زعاج أنا يوم أمس يوم أمس قضيت أنا والأخ عبس فسين أمين العام المنتهي ولياته ساعة ونصف من زينه وتحادتنا وتناقشنا في كل قضايا وعطاني جريبتو وخديت من عنده بعض المعلومات وغدا إن شاء الله قدي يكون تسليم الصلاة اللي قدي يحضر فيها الجميع المفتشين بالحيز بالكتاب الجهويون القيادة الجديدة القيادة القديمة وحزب الاستقلال لا خوف عليه لأن هذا الاستقلال يتقين وتدبير المراحل الصعبة والحمد لله الاستقلال لما كانت يقود الحكومة السابقة أثناء بداية الرابع العربي وما إلى ذلك عرف كيفاش يخرج سالما والوطن الحمد لله أبقى آمن ومستقر أولا بالإصلاحات التي تقود على الملك إلى جانب الأحزاب وكذلك بدكاء الشعب المغربي سيحمي شابات وما كايش خوف على الاستقلال وكون مطمئن وما يساء الله تدخل المغرب لكن هذا جوجيا الأسئلة صغيرة وصلنا نهاية هذه الحلقة جوجيا الأسئلة صغيرة بغير رأي ديالكم قبل ما نهو هذه الحلقة وكنت شكرك مسبقا كان مباشرة بعد الانتخاب ديالكم على رأس الأمانة العامة ديال الحزب السيقل اللي كانت تذكر من أكبر الحزب السياسي المغربية ومن أقدمها سيد محمد طارق السبائل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ديالكم الجماعي ما كنتم كان فيه فساد لا لي علمك لي علمك ولي معلوماتك هناك من يستغل هاد نفتاح الديمقراطي في بلادنا سيد طارق السبائل كمحامي أنا عندي ملف دياله نصب والحتيال دياله الأستاذ اليوم هدا محامي تجي وحد الإنسان اللي عنده المكسب دياله تكلفو بدعوة قضائية كمحامي تمشي استغل هاد الجمعية وتمشي دعوة باسم الجمعية ناس ديال ابتزاد في بلادنا ما عنده لسه طارق لا يدير لا دعوة ولا بالبلا ولا فتناء حميد ثبات وحد المناضي اللي تكون من القواعد وده من القواعد وتمرس القواعد ولا يرهبه طارق السباعي ولا غير طارق السباعي أنا أعرف جيدا من هو طارق السباعي مع كامل أسف هذه النماذج من الناس هي التي تسيء الوطن والمواطنين لأنها تستغلوا بعض الجمعيات وهذا عيب لأننا بغينا تكون جمعية جادة وتكون حقيقة تحميل ملعا أما أحد المفسدين يدعي أنه هو يحارب الفساد هذا غير مقبول في خارقة حميد ثبات ولا في حزب الاستقلات وش قد ظنه هذو ناس يقوموا بالابتزاد ونصرع عنده دعاوي قضائي ولكنها فارغة وأنا عميل اللي هذه منذ ستة أشهر قدموا السيطارق السباعي هو فيه محامي وهذا يهم قضية اللي فيها ستاش لحكم قضائي لصالح جماعة الحضر يليفات ولكن السيطارق السباعي تسمع النس أنا ورئيس جمعية تيمشي ولي عنده تيأخذ المبلغ المالي من المواطنين وتيمشي تستغل الجمعية في واحدة من الفات اللي هي منفات قضائية عادية وش قد ظنه إذن السيطارق السباعي يكون رئيس جمعية حماية المال العام سيطارق السباعي عرفوه المغاربة وتنعرفو شخصيا أنه إنسان يقصو يصلح رأسه قبل ما يدعي أنه يصلح المجتمع وش قد ظنه بإنما يمكن كينشي ناس اللي بغين ينتقموا منكم يعني ضد على هاد انتخاب ديلكم كأمين عام أو اللي بغو يسفو الحسابة ديالهم معك انتقاما عارفهم من يحركوا طارق السباعي جوج قضايا ولكن ليس المجال هو هذا طارق السباعي من حقه ولكن اليوم طارق السباعي كمحامي سيحتارم المهنة دياله يحتارم المهنة لمحامي سيحتارمها لأنه مهنة شريفة مهنة مؤسسة لعادالة حقيقية وحن المغرب اليوم سيعيش واحدة ورش كبير يالإصلاح القضاء إذن مثل هذه النمادية تسيؤول القضاء معك من الأسف تطارق السباعي رجل يخصو يعرف ما يقول وماذا تفرح دياله شوية ما فيهاش البراءة ولهذا احنا في المغرب سيعيش واحدة الجوه ديال الديمقراطية العدالة تأخذ المجراء ديالها أخرد فعل ديالكم السيحامي تشابات وتأخذه مجراء نعم أخرد فعل ديالكم سيد رئيس الحكومة السيحبي إلا بن كيران في الحوار السابق مع سمصطفى العلوي في تلفازة المغربية سمصطفى العلوي شوفوا الجوهب ديالو ونشوفوا أرض الفعل ديالك شابات هذا قمت بأريت شنورد فعل ديالكم قالكم أنتم مع فريت آا شقص الفكرة من نصف الطيانات حميد سابات ابنه هذا الشعب اللي بدأ من صغر سنه ويناضل ويكافح الليوم صباح رئيس حكومة حميد سابات غادي يكون وهو قياة فزي للإستقلال مادم من مشاركين فهذا حكومة وصل نظل لإنجاح هذه التجربة لأن تجربة يجب أن تنجاح حمد ثبات يعمل جنبا إلى جنب مع الأخ بن كيران لتسريع الوثيرة لأداء الحكومة لأن انتدارات الشعب انتدارات كبيرة ولابد بعد زيادة الأسعار الأخيرة كم واحد الاحتقان اجتماعي هذين تغلبوا عليه إن شاء الله بفضل المجهودات الجميع وبفضل التعاون والتكامل ما بين مختلف واش يمكن سي حمد ثبات واش ممكن سي حمد ثبات يكون هو رئيس الحكومة المقبلة وهذا أولا تطلق أنه حزب الاستقلال تصدر الاستحقاقات المقبلة لأنه الآن دستور جديد نص على أن الحزب الذي يتصدره الانتخابات ويتم اختيار رئيس الحكومة منه أنا تنأكد الجميع أنه حمد ثبات وابنه الشعب وسيضل كذلك أنا دائما المناصب التي تحملتها كانت عن طريق الانتخابات وسأضل رجل ديالانتخابات رجل ديالسياسة القرب رجل اللي ينصد الجميع ما يهمه حزب الاستقلال هو أن يكون رئيس حكومة مولين بكل القضايا وطنية وحزب الاستقلال عنده من الكفاءات الحمد لله اللي يمكن لا تكون تتصر أصل حكومة المقبلة إن شاء الله شكرا سيحامد شابات شكرا سيد حبيد شابات الأمين العام الجديد ديالحزب الاستقلال شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء شكرا سيد حبيد إذن كان هذا حوار مباشر من مدينة الريباط من المغرب حوار هاتفي مع السيحامد شابات نوصلنا لنهاية هذه الحلقة ونضرب لكم وعيد آخر في لقاء جديد من برامج تيجيني تولك مع سلمة شكرا